اشتركوا في القناة 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 باسبور، مصاري، الشيطانيني اللي عندي الإدوية إذا بيخد إدوية حقيتها حق بالبيل إذا صار أيهاد ببلشت أشعر فيها بتي أتوجه على الأأمل منطقة عندي بالبيل ليك هلأ صراحة باسبور ما معنا، ما عاب يعنون لباسبور هلو بتخدي موعد تخدي بعد شي سنتان تاني شي اللي معه باسبور لبناني يعني وين بدي يروح؟ ما هو بفوتنا بس ع سوريا و ع تركيا هلروح هونيك؟ بتناير بنين؟ يعني بعد سؤال إذا هلقات قوية الهزة وقشطت البنية واضطرات أنا أهرب مع الشنطة بيكون فيه مطار تسافر منه؟ وبدك نحط مصاري؟ هلقتك معك مصاري؟ بيك نحنا ما عدا معه مصاري طاروا المصريات أو بالأحرى سرقون يعني يعني هول كلهم يلي قلتين بينطبقوا ع شخص واحد عريات سلامة باسبور الأجنب يجاهز ومصرياتنا معه قال ليك فينا الشنطة العبية دوة بس لأنه ما في حدا ما بياخد دوة زلقين شو مخرج؟ قالت الإش يا سمينة؟ إيه الإش يا سمينة عزيزتي بيعونا إياها ليك اللي عن جد؟ مش مقبول يا اللي صار أنت مسؤولة ما فيك هيك تعرفي مين أكتر واحد مبسوط منك؟ رياض سلامة لأنك هالجبعة يعني قمت عنه شقلي قمت عنه مثبت يعني صدرتي وسبقتيه أكتر واحد معايد أخ 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 تخيلوا كان بعد ناقص يعني تعملنا أتيكات الهزات تعالوا نتخيل مثلا لو مثلا قرروا يعملونا أتيكات الهزات شو كانوا يقلونا مثلا عند الهزة لما بدك تنزل منتخذ لازم تنزل إجر للشمال قبل اليمين وتلقي أصبعك الكبير على الأرض أول شي لازم تشيل الحيف عنك وتطوي خمسة واربعين درجة قوعة ستة واربعين خمسة واربعين درجة بدي يكون ممنوع تركو تتخبى تمشي عروس صبيعك عاب كرميل الجيران إذا عشرت البناية ما تبلش زعيق وساعدوني وما بعرف شو ترفع ايدك لما يجل المنكس يشوفك بيطلو فيي احكي يا مول معروف بيقلك احكي بيطلو بليز ساعدني لازم تلتزموا مش فاوضى الدنيا هيدي اتيكات بس أحلى شي لما يخبرونا شو لازم نعمل عم نحكي بلا اتيكات اكيد اذا صار هزة شو سكروا أنين الغاز طفوا الكهرباء اه كأنك فيه كهرباء اصلا كده عنده ولادكن وروحوا عدوا مطرح امن ومن المطارح الامن ايه نزلوا تحت الطاولة والله عن جد في حد ايه نزله تحت الطاولة سكروا أنين الغاز صراحة بان انه توقع بناية وموت تحتها وبان انه استنشئ غاز تفضل تفضل استنشئ غاز انه اذا وقت البناية رح يضل فيه غاز يخبر اصلا 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 يعني هول بدنا تنعملون كلهم عشر سوانة كلهم هزة اوكي كلهم عبادة عشرين ثانية ثلاثين ثانية اذا طولت اربعين ثانية انا بس تقوم نتخذ بدش ست دقايق كيف بدلها اعمل كلهو ديك سمعوا مني انا رح عطيكم رشادات السلامة بحال صار هزة شو عدكم فيهم كلهم عم بيكسبوا عليكم اذا وعيتوا بالاول اذا ما وعيتوا ايه لقالكم اذا وعيتوا مش تقعدوا ساعة تجرجوا عم بحلم لأ مش عم بحلم حلم لأ مش حلم لأ برك بركي رعد لأ مش رعد هاي دي طيارة لأ مش طيارة وتقعدوا ربع ساعة تتحذروا شو بكم تعملوا قوموا ضغري حطوا باجركن المشي يعني فيكن تركضوا حافيين يعني وروحوا عالفرشة عندولادكن خدوهن وركدو هلا اذا ما بدكن تقوم من الفرشة كمان ما تقوموا هي زيتا ما رح يقع اشي عليكم بالفرشة اذا كنتوا رشقين مثلي قوموا خدوا عائلتكنوا لوين لمطرح ايمن وين مطرح الايمن لا مش تحت عد بيت الباب لا ولا على الدرجة مش وقتوا فيهم كلهم ما بفيد اركضوا على البالكون والبالكون اللي هو مالة الطريق العام يعني اذا اشط البنية بتوصع لي سيارات الاسعاف والانقاذ اول شي صدقوني اذا كنتوا تاني مال ما بيوصلوا لكم بتاعدوا وبعرف كم يوم وبتروع عليكم اذا في مجال تخلصوا رح تكون هونيك بهالطريقة بس بيناتنا انا كل يوم عن يوم عم بقتنع من نظرية قوات سمير وعم بصير اكتر يعني مع التقصيم يا جماعة من اخرى تقصيم هو الحل انا ماني مضطر سوري يعني سوري بس انو بدي اقولها متل ما هي ماني مضطر يصير هز بمنطقة شعية وهز معهم تقصيم هو الحل بصيروا هزوا هوني واحدة هوني احنا نهزة واحدنا ايه ايه تقصيم هو الحل ماني مضطر اذا اجتنا عاصفة من اللي شميل وليد ترابلس قرروا يقطعولنا ايها تيقزونا يعني توصلنا عنا بدنا التقصيم نحنا على البربارة ننهيها بقرضة من بيضة يعني انتو فكروا فيها منيح هلا عاكل حال عاكل حال الحمدلله على السلامة لانه زلزال متل هيدا كان هدم البلد بس الله بحبنا وقد ما بحبنا اعطانا شخص لو ما منه يعني كان صار فينا كان صار فينا اكتر يعني اكتر من تركية اكتر من سوريا نعم شخص هو انقزنا تشوفو كسما بي الله كسما بي الله يا خي خليل انو شوفنا الموت شوفنا الموت تنذكر ما تنعاد محو اكبر ايش تلهزي يا بالحبابيب انا فالزينما من تخوتنا وقفنا بالكاريدور يا امام وعلي يا فاطمة الزهراء يا سبنا زينب يا طفلة الرضيع وبعدو عم رجي البيت عم يزيد قود حتات ايدي عالحات الاولين ويدي عالحات التاني وعابط العيلي اني كلهم مغطيهم تعرف اني لانو رب المنزل وشو صرخت دخيلك يا ابو مصطفى صرختها الصرخة كسما بعزة الله الله يلعني اذا عم كذب انو الهزة وقفت جمدت كسما بي الله معنى بتركيا وبسوريا صار عندنا غضب اليه لانو فوق ما عندنن ابو مصطفى لو في ابو مصطفى فوق كسما بعزة الله لك ما بيقول لك رش مصرف يعني ما شو مغرش شفتنا احنا شو مقصرين بيحقه للزلمة شفتنا احنا شو مقصرين بيحقه انا بنتقدو بحكي عنو كل حلقة وهو كل همه البلد والناس قلبه علينا وقلبنا على الحجر شو متهموا بالفساد وتخضية الفاسدين قال ليك نحنا وان تفكيرنا وليك هو وان يعني شو كنا عملنا بلاك مبارف يا ابو مصطفى يا ابو مصطفى يا ابو مصطفى يا ابو مصطفى صعدنا من الاخر بعد البريق ضيفتي فنينة باسكال سائر قبل ما تفلو بدي اتشكل بس قد ديكو ايفنت اللي عملنا ديكوريشن بالنتاين اليوم يلا رجعوا نطركن